اهلا بحضراتكم من جديد ومتابعة لمراني الاهلي النهاردة اللي بتأكيد استيناف بقى التدريبات بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق من خلال بيت سمسيماني المدير الفني عاقب توقف المسابقة بسبب منافسات كأس الامم الافريقية النهاردة الاهلي استأنف تدريباته ظهر اليوم السلساء استعدادا لخوض مباريات كأس الربطة اللي هتبدأ ان شاء الله بمواجهة الجونة يوم 13 يناير النهاردة اللي كان بيقول تدريبات الكابتن سامي أمصان المدرب العام لحين عودة المدير الفني بيت سمسيماني اللي بيقضي عجازته حاليا في تنزانيا خلال الساعات الأخيرة أو خلال الأيام الأخيرة النهاردة كان فيه تدريبات في الجيم وبرنامج بدني بعد انتهاء الراحة النهاردة اللعبة خدت جزء من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران تحت إشراف كابتن سامي أمصان المدرب الفريق وقض اللاعبون جانبا من تدريبات الجارية وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التيتش ضمن فقرات البرنامج التدريبي للعب نодуنا على الشاشة عدد محدود من اللاعبة فيه النهاردة مجموعة بدأت بتاريخ 4 يناير وفيه مجموعة تانية هتبدأ بتاريخ 8 يناير وده طبعا عشان اللاعبة اللي كانتش تجلها في الملعب الفترة اللي فاتت هي اللي محتاجة تبدأ من النهاردة من 4 يناير ولعبة المجهدة زي أفشا ومسلا بعض اللعبة اللي كانت بتشارك بشكل أساسي وهي اللي هتبدأ من يوم 8 يناير النهاردة كان فيه تدريبات متنوعة اجتملت على تدريبات القرى الطائرة بالقدم وعدد من تدريبات القرى وذلك خلال المران الجامعة اللي أقيم زهر اليوم على ملعب التيتش النهاردة كان فيه تأسيمة كمان مصغرة كده في نهاية المران وقضامكم على شاشة بعض اللعطات من المران الصباحي اللافت للنظر موجود مصطفى شوبير علي لطفي حمزة علاء وليد سليمان محمد محمود اللي بالتأكيد ده ما زال يعني عنده ثقة أنه هو يحجز مكان في التشكيلة الأساسية خلال الفترة اللي جاء قدامنا كمان حسام حسن أحد اللاعبين العائدين من الإصابة في الفترة الأخيرة قدر إمكان برضو بيحاول يعني ياخد جزء من التدريبات الفترة القادمة عشان يكون من العناصر الأساسية اللي هيعتمد عليها بيت سمسيماني في مباريات كأس الربطة دكتور أحمد أبو عبلة وقضمنا كان على الشاشة موجود في المران الصباحي وهو طبيب الفريق النهاردة قال أنه حدد برنامج لإجراء تحاليل الحمض النووي الـ DNA لللاعبين بداية من الشهر الجاري التحاليل الحمض النووي ده بيتعامل للعيب عشان إيه؟ ده عشان تحدد من خلاله كافة القياسات البدنية والطبية لللاعبين لأطول فترة ممكنة أنت ممكن تعمل قياسات بدنية للعيبها كل فترة لكن التحليل دي إن إيه بيديك مساحة؟ أن القياسات دي بتعملها على فترات زمنية متى بعدة دكتور أحمد قال كمان أن التحليل دي سيتم إجراءها لللاعبين بشكل تدريجي للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التخزية اللي بيحتاجها اللاعب بشكل منفرد وكلنا عارفين برضو كمان أن فيه دكتور تخزية موجود داخل الفريق دكتور عبد الرحمن سعيد قال كمان دكتور أحمد أن التحليل دي بيتم العمل بها عالميا في قبر الفرق حول العالم وقام النادي القالي بيستخدامها من قبل وتحديدا في عام 2019 وكمان التحليل دي بتساعد على برامج الاستشفاء وعلاج المصابين لما بتعرف إصابة لعب وبيبقى عندك الملف الطبي تحليل دي إن إيه كمان بيساعدك على فكرة تقدر تقدر إمتى يرجع اللاعب للمباراة قدامنا كمان جلسة لكابتن سرد الحافيز مدير الكرة مع أمير توفيق وخلال الساعات القادمة والأيام القادمة بيننا نحن طبعا في انتقالات يناير وانتقالات شتوية هنسمع بقى أخبار في مسألة أعارض عدد من اللاعبة لأنديها خارجية ممكن يكون فيه صفقة لاستكمال القايمة الإفريقية كل شيء وارد خلال الساعات اللي جاي طب دي كان الأخبار فريق أهلي اللي بتأكيد بيستعد العدد من مباريات كأس الربط عندنا مباراة الجونة يوم 13 يناير الساعة 2.30 ثم مواجهة الإسماعيل يوم 17 يناير في برج العرب الساعة 2.30 أيضا ثم مباراة المقولي العرب يوم 21 يناير الساعة 5 على استاد السلام ومباراة الأهلي مع سموحة في اسكندرية يوم الخميس 27 يناير الساعة 5 وختام المباراة يوم 30 يناير أمام البنك الأهلي الساعة 2.30 على استاد السلام وتكون آخر مباراة قبل توجه البعثة إلى أبو ظبي استعدادا لخود منافسات كأس العالم للأندي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الأهلي وأبرز الأخبار والموضوعات الموجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا